خلونا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ومتابعتنا لأخبار فارقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي طبعا الحمد لله الجمهور سعيد وحالة من الرضا في أوساط جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل متابعي فارقنا الأول لكرة القدم داخل وخارج مصر بعد الحصول حتى الآن على العلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات في الدور الممتاز لكرة القدم وكل مباراة بتحمل طبعا فارقنا والجهاز الفني بقيادة فيلر مسئولية وأعباء أكبر لأن الفوز والاستمرار على القمة بهذا الفارق من النقاط والتألق منذ انطلاق الدور العام وحتى يومنا هذا بيضع مسئوليات أكبر على الجهاز الفني بأكمله وعلى نجمنا ولعبينا في الفريق الأول في النادي الأهلي لأن ده بيحفزهم أكثر الاستمرار في حصد مزيد من النقاط وعدم فقد أي نقاط إن شاء الله في الفترة القادمة ونستمر في ضرب الأرقام القياسية وفي محاولات تحقيق أرقام قياسية جديدة تضاف إلى الرصيد الكبير من النجاحات والإنجازات والأرقام القياسية في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام وعلى مستوى كرة القدم بشكل خاص كان فيه فقرة بدنية خاصة جدا وتركيز على الأحمال البدنية والتجهيز البدني بقيادة توماس بينكل مخطط الأحمال في النادي الأهلي قبل الجانب الخططي والفني تحت قيادة ريني فايلر المدير الفني كان فيه تركيز في التدريبات اليوم واختتام التدريبات والاستعداد لقبل طبعا إعلان قائمة الفريق واختيار اللاعبين اللي هيدخلوا معسكر في أحد الفنادق استعدادا لمباراة الغد إن شاء الله أمام الاتحاد السكنداري وكان بعد وتلى هذه الفقرة الخاصة بالأحمال والتخطيط البدني والحفاظ على المعدلات البدنية في أفضل معدلات لها إن شاء الله ده ينعكس على الأداء الفني والخططي وقدرات اللاعبين على تلبية خطط الجهاز الفني والمدير الفني فايلر وتنفيذ كل ما يطلبه من مباراة لأخرى وحسب قدرات المنافس ومجموعة اللاعبين وإمكانتهم اللي بيعجيها الفريق فريقنا الأول لكرة القدم في كل مباراة سواء على المستوى المحلي أو الدولي زي ما قلنا لحضراتكم حتى الآن بيتصدر نادي الأهلي بفضل الله جدول الدوري برصيد 21 نقطة العلامة الكاملة من سبع مباريات والحافز موجود إن شاء الله لاستمرار الفوز والتأكيد من مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيز على إنه بإذن الله التركيز والهدف الوحيد للفريق هو الفوز في كل المباراة القادمة وعدم فقد أي نقاط بإذن الله نستطيع أن نحقق هذه الأهداف بتركيز أكبر وحوافز أكبر ودوافع أكتر عند اللاعبين في الفترة الجاية فنية وبدنية وخططية في الملعب الالتزام بهذه الجوانب هينعكس على قدرة الفريق إن شاء الله على حصد كل نقاط المباراة القادمة والبقاء على القمة وزيادة الفارق مع أقرب المنافسين في الفترة الجاية إن شاء الله رامي ربيعة كان الجمهور الآن عليه وبيطمئن عليه من الأعمدة الأساسية للدفاع ومن أفضل المدافعين على مستوى مصر والنادي الأهلي كان عنده شكوى بسيطة خلال المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي في العضل الخلفية شكا من ألام خفيفة في العضل الخلفية ولكن الجهاز الفني وطبعا بعد استشارة طبيب الفريق والجهاز الطبي فضلوا عدم المجازفة باللاعب اللي عاد من فترة طويلة كان فيها برنامج علاجي وخضع فيها لبرامج علاجية واستشفائية من إصابات طبعا عطلت مشوار اللاعب المتميز فترة طويلة جدا فكان الجهاز الفني قراره على الفور هو عدم استكماله المباراة حفاظا على اللاعب وطبعا هو من الأوراق المهمة والرباحة جدا في صفوف النادي الأهلي خض الفقرة البدنية في تدريبات اليوم وطمئن عليه الجهاز الفني وان شاء الله نطمئن كمان على قدرته على المشاركة في المباراة الجاية وربما يكون جاهز بالفعل لخوض المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري مساء غد بإذن الله بعد مشاركته في الفترة البدنية أو فقرة التدريبات البدنية مكتملة لمدة 20 دقيقة مع زملائه في الفريق الأول وتدريبات منفردة لثلاثي الأهلي في حراسة المرمى إكرامي الشناوي علي لطفي حراس مرمى النادي الأهلي خضعوا التدريبات خاصة جدا أو تدريبات تخصصية لحراس المرمى تحت قيادة يانكن ميشيل مدرب الحراس واجتمل التدريب على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب على المرمى والتدريب على الكرات أو التقاط والتعامل مع الكرات العرضية ومواجهة التصويب على المرمى من زوايا ومن مناطق مختلفة في الملعب واختتم الأهلي التدريبات وطبعا بعد الاختيار القائمة اللي هتخوض المباراة هنعلنها على حضراتكم الآن بيستعد الفريق أو قرر بالفعل الجهاز الفني أن ينتقل الفندق الهيقين في الفريق استعدادا لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري اللي كمان فيه حسابات كبيرة وفيه دايما احترام من النادي الأهلي للمنافسين خاصة وإن فريق الاتحاد بإجماع الأراء كمان عمل موسم جيد منذ بداية الموسم على المستويين المحلي والعربي وده كمان بيضع أعباء أكتر وأكبر على جهازنا الفني وعلى لعبين لاحترام المنافس والتعامل مع قدراته الفنية والاتحاد السكندري اللي مستوى أفضل من المواسم السابقة وبيقدم بداية جيدة جدا هذا الموسم